طيب احنا بنتكلم طبعا على قيمة المنتخب الأولمبي خلينا أستعرض مع حضراتكم الثمانتاشر لعب الأساسي لجانب أربع لعبين على سبيل اللعبين الاحتياطيين اللي هيتحطوا في القيمة على تحسبا لإصابة أي لعب انت عندك زي ما قلت لكم إسبانيا والدومينيكان وأوسباكستان دولة ثلاث ماتشاط اللي هيلعبهم منتخب مصر في البطولة بداية من يوم 24 إن شاء الله بإذن الله وتنتهي المباريات في من 24 يوليو 24 سبعة لغاية 11 ثمانية 11 أغسطس المواجهات هتبدأ مع الدومينيكان منتخب الدومينيكان هيواجهنا يوم 24 اللي جاي إن شاء الله يوليو وبعد كده وصيف كاس أسيا اللي هو أوسباكستان في مباراة سبت 27 يوليو وآخر مواجهة لنا هتكون مواجهة إسبانيا يوم 33 يوليو وبالمناسبة يعني يعني طبعا في التوقيتات دي يمكن هي الأولمبياد معمولة في وقت صعب شوية تب مثلا بتتكلم على وانت بتتكلم على منتخب إسبانيا بأنه منتخب معنا في نفس المجموعة منافس يعني ريال مدريد مثلا رفض إنه أي حد من لعبته تشارك مع منتخب إسبانيا في الأولمبياد وإمبابي برضو أعتقد مش مع منتخب فرنسا فهو صعب أساسا أن يكون مخلص يورو وبعد كده يروح فرنسا أو يرجع فرنسا تاني بعد ألمانيا يشارك مع الأولمبياد على كل أحوال فيه اجتماع مفترض الإسبوع اللي جاي إن شاء الله مع روجيرو ميكالي مع الاتحاد الكورة عشان يبتدوا يتكلموا على تحضيرات المنتخب وعلى اختيارات روجيرو ميكالي في تحضيراته طبعا لأولمبياد باريس